مرحبا اليوم سوف أعطيكم بعض النصائح التي ستفيدك في تعلم وإتقان مفردات اللغة الإنجليزية I believe the best way to learn English vocabulary is by topics with explanations of meaning أعتقد بأن أفضل طريقة لتعلم مفردات اللغة الإنجليزية هي من خلال الموضوعات مع الشروح المعنى examples of usage and subsequent exercises وأمثلة عن طريقة الاستخدام وفيما بعد يعني التمارين التالية لها تدرس ثم تفعل التمارين التمارين لكي تتدرب على طريقة استخدام الكلمات وتتذكرها لأنه بدون تمارين سوف تنسى ما تعلمته It is possible to practice English vocabulary through exercises in listening, comprehension, speaking, reading and writing من الممكن أن تتمرن على مفردات اللغة الإنجليزية عبر تمارين أو تدريب فهم الاستماع أو ما يسمى بدروس تساعدك على فهم ما تسمع له تستمع لنص ثم تحاول إجابة على الأسئلة بدون القراءة لكي تعرف ما إذا كنت تفهم الأشياء التي تستمع لها وSpeaking, التحدث, reading, كتابة, and writing الكتابة Reading القراءة, عفوا, and writing الكتابة Learners of English should have lists of difficult word meanings and of phrases, expressions, on every topic with usage sentences متعلموا اللغة الإنجليزية يجب أن يكون لديهم لوائح للكلمات الصعبة مع المعاني والجمل والعبارات متعلقة بكل المواضيع مع الجمل الأمثلة يعني جمل الاستعمال التي تعطيك مثلا عن كيفية الاستعمال Usage sentences They must read those ready-made vocabulary usage sentences many times if needed They must read يجب أن يقرؤوا those ready-made vocabulary usage sentences هذه الجمل الأمثلة يعني الجمل التي تعطيك مثلا عن استعمال المفردات الموجودة مسبقا مرات عديدة إن كان ذلك ضروريا if needed إن كان ذلك ضروريا Longman Language Activator Dictionary Unique English Idea Production Dictionary covers this issue thoroughly هناك قاموس اسمه Longman Language Activator Dictionary يحاول أن يساعدك في هذا الجانب شوفنا الطلعه يوجد على الأنترنت هو قاموس مشهور كما ترى يمكنك أن تبحث هنا عن أي كلمة تريد هاوس مثلا وتنقر عليها ويعطيك جمل كثيرة تتعلم من خلالها كيفية الاستعمال ويعطيك النطق ويعطيك كذلك الترميز ما يسمى بـ Phonetic Transcription طريقة الكتابة الصوتية من المهم كذلك أن يقوم المتعلم بإنشاء جمله الخاصة من عنده لكي يتدرب على هذه المفردات وأن تأخذ بعين الاعتبار مواقف الحياتية الحقيقية مواقف الحياة الحقيقية يعني أن لا تحاول أن تقوم بكتابة وإنشاء جمل عن أشياء بعيدة لا يمكن أن تصادفها في حياتك اليومية متعلم الإنجليزية يمكن أن تتعلم الكثير من المفردات المتعلقة بأي مجال من القوامس الإنجليزية يعني Thematic يعني قوامس الإنجليزية مقسمة إلى موضوعات هناك قوامس تعطيك مثلاً خمسين موضوع موضوع الطب موضوع المكالمة الهاتفية موضوع كذا موضوع كذا وفي كل موضوع يطيك مجموعة من المفردات مجموعة من المفردات وكيفية استعمالها في جمال يمكن أن تكتب هذه الجملة في جوجل وستجد قاموس رائع اسمه Visual Dictionary www.visualdictionaryonline.com وهناك الكثير من القامس الأخرى لكن هذا القاموس رائع يعطيك الصور ويعطيك كيفية استعمال كلمات مثلاً عندما تقصب Animal Kingdom مملكة الحيوان ستجد الكثير من المواضيع المتعلقة بالحيوانات والصور وكذلك ستجد الجمل قواموس الموضوعاتية الجيدة تقوم بإعطاء شروح استعمال واضحة وتعطيك كذلك جمل أمثلة عن كل كلمة which is especially important ما يعتبر مهماً بشكل كبير It is essential that students of English also make up their own sentences with difficult vocabulary من المهم أن متعلم الإنجليزية أن تقوم كذلك أنت بإنشاء جمل لك الخاصة وتضع فيها المفردات الصعبة difficult vocabulary They should think about the real life situations where and when that vocabulary can be used وأن تفكر يعني أن يفكر المتعلم عن المواقف الحياتي الحقيقية التي يستعمل فيها ذلك المفردات أو التي تستعمل فيها تلك المفردات where and when متى وأين تستعمل Do ready-made exercises from text books in vocabulary practice قم بالتمرن على التمارين الموجودة في التكست بوكس للتدرب على المفردات Do ready-made exercises تمارين موجودة مسبقا From text books in vocabulary practice Exercises in vocabulary practice can include dialogues, narrations telling stories, thematic texts questions and answers in various situations discussions, talking points and expression opinions and views on real life topics and issues Exercises in vocabulary practice تمارين الموجودة في التدريب المفردات يمكن أن تحتوي على الحوارات أو قصص سرد القصص نصوص موضوعاتية يعني thematic texts نصوص مقسمة حسب المواضيع أسئلة وأجوبة questions and answers in various situations في مواقف متعددة ومختلفة discussions نقاشات talking points and expressing opinions يعني نقاط النقاش نقاط للتحدد حولها وآراء تعبير عن الآراء expressing opinions وآراء حول حول الموضوعات الحياتية الحقيقية والقضايا الحياتية مثل حقوق الإنسان حقوق المرأة والطلاق الزواج إلى غيره المتعلمون يمكن كذلك مفردات الإنجليزية الجديدة new English vocabulary by reading thematic texts من خلال قراءة نصوص موضوعاتية أو محتوى موضوعاتي first of all on everyday topics بالخصوص حول الموضوعات اليومية with important content مع المحتوى المهم على سبيل المثال هذا الكتاب الذي يسمى practical tips and advice to make everyday life easier and better هذا الكتاب يعطيك نصائح عملية لكي تجعل حياتك اليومية سهلة وأفضل هذا الكتاب موجود في يمكنك شراءه من المكتبات لا أعتقد أنه موجود مجانا هذه هي صورة الكتاب لقد ضعت كنت وضعتها لدي على حاسوب لكن ضعت لي يمكنك أن تجده في المكتبة أو إن تجد كتب مشابهة له التي تحدث عن الحياة اليومية أو يمكنك ذلك أن تقرأ موقع لايف هاك إن لم تجد الكتاب فهي يحتوي على مقالات طويلة ورائعة ومكتوبة بلغة بسيطة تحتوي على مفردات مهمة تستعمل في الحياة اليومية يعطيك الحلول الخاصة بأي شيء في حياتك مثلا كيف تجعل حياتك أسهل كيف تجعل كيف تنام بسهولة كيف تجعل طفلك ينام في أقل من ثلاثة ثانية إلى غيره المتعلمون يجب عليهم أنت يجب عليك أن تكتب المفردات التي لا تعرفها المجهولة في جمل كاملة ومن المهم أن تتدرب على التحدث عن محتوى النصوص التي قمت بقراءتها لأنه كما يقال كما يقول الناس التدرب يجعلك كاملا يعني يجعلك متمكنا من الشيء وكما يقول الإنجليز كذلك استعمل أو أضع يعني أشياء المفردات إذا لم تكن تستعملها سوف تضيع منك لهذا من المهم أن تقوم باستعمال الكلمات التي تعلمتها وأن تكثر من القراءة أهم شيء هو القراءة الكثيرة لأن القراءة نفسها هي استدرب فأنت تصادف الكلمات التي سبق لك أن تعلمتها وهذه المصادفة تمكنك من أن تتذكر الكلمة وأن تحاول فهمها حتى إن نسيتها فأنت ترجع إلى القاموس وعملية الرجوع إلى القاموس لشرح الكلمة هي نفسها تعطيك نوع من التمر والتدرب على الكلمة مما يقوي ذكرها في دماغك ويمكنك من استعمالها في كلامك وكتابتك فالقراءة أهم شيء ثم التدرب على الكلمة من خلال استعمالها في جمل بالكتابة بنفسك شكرا على المتابعة وأنتمنى أن تستفيد من هذه النصائح وإن كانت لديك أي مشكلة في اللغة الإنجليزية لا تنسى كتابتها في أسفل الفيديو في التعليقات لك نقوم بالإجابة عن تساؤلاتك وإنشاء فيديوهات أخرى تساعدك وتحل مشاكلكم شكرا على المتابعة